موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بسداد ورشاد ووعي لإنقاذ هذا الكون مما حل فيه من مصيبات وفوازع وقوارع ومواجه لا نزال مع الدكتور خالص شلبي وحكايات كليلة ودمنا قصة اليوم بعنوان نيوتن أبو الجاذبية طفل ينتمي إلى المدارس يؤنب ويضرب ويطرد من هذه المدارس تأخذ أمه إلى خارج المدرسة وتنفصل الحياة عن هذا الشاب أو هذا الطفل عن المدارس المدارس اليوم بحاجة إلى تصفحة تصلت الضوء على هذا النموذج الذي لا يفلح في الفيزياء والكيمياء والرياضيات لكنه مبدع في جوانب أخرى نيوتن الذي أخرجته أمه من المدرسة وذهبت به إلى البيت أنتج لهذه البشرية قوانين في الفيزياء سهلة علينا أن تكون حركات القطارات والطيارات والسيارات لولا هذا الخروج من المدرسة لما كانت هذه العبقرية أن تتفجر وهذه مفارقة عجيبة أيها الأحبة نحن نصف طلابنا إما أذكياء وإما أغبياء وهذا ليس صحيحاً أيها الصديق العزيز كل إنسان هو ذكي بطبعه ولكن الذكاء ليس كمياً إنما نوعياً أنت ذكي بالموسيقى وأنا ذكي بالهندسة أنت ذكي بالزراعة والآخر ذكي بالمحامة وهكذا لا يمكن للإنسان أن يكون شمولياً الحد الأدنى الذي تقدمه المدارس بعض الأحيان لا يتوافق مع رغبات الطلاب وبالتالي يواجهون مشكلات جمة لنصل تضوء على مدارس في العالم الآن اليوم دولة مثل كوريا الجنوبية الطالب يقضي في المدرسة 14 ساعة يعني أكثر من نصف النهار في المدرسة يكلف الأبوين هذا النموذج من التعليم أموالاً طائلة على التجارب وعلى الدروس الخصصية في كوريا الجنوبية أقصد الأطفال في المدارس في كوريا الجنوبية ينتشر بينهم الانتحار من شدة التزام كوريا مع العلم أن كوريا هي الأولى في العالم أنا لا أدعو إلى أن هذا النموذج غير صحيح هي مدارس راقية جداً ولكن الطالب يتعذب جداً هناك من المقابل في فنلندا وفي النرويج وفي سنغافورة هناك نماذج أخرى التعليم يجب أن يرتبط بالحياة فنلندا قررت عكس كوريا الجنوبية قررت أن يكون التعليم مفكوكاً عنه الالتزام في الوقت أو في المذاكرة التعليم الممتع هو الذي جعل من فنلندا ترتقي إلى وتلحق إلى المراتب الأولى في العالم الطالب يقضي ساعات قليلة في فنلندا أيها الأحبة الكرام علينا أن نصلط الضوء على فهم شخصية الطالب وكيف تستطيع المدارس اليوم في الموصل أن ترتقي من بناء شخصية الطالب وتعطيه التقدير المناسب والاهتمام المناسب وفهم ميوله وفهم قناعته وحتى يتبرمج مع هذه القناعات ومع هذه الميول أغلبنا في البيوت يلزمون أولادهم أن يكونوا من الأوائل في الدرجات في الامتحانات لكي يذهبوا إلى كلية الطب مثلاً ولكن أمثال هذا الطالب قد يبدو متخاصماً مع مهنة الطب فننتج يخسر المجتمع مرتين يخسر إنسان هو طبيب لكنه غير موهوب فيبقى كالآلة الميكانيكية كأنه طبيب روبوت وبالتالي لو اكتشفنا موهبة هذا الطالب وسخرناه لكان لدينا موسيقاراً رائعاً ونحاتاً رائعاً ومحامياً رائعاً كل حسب مواهبه وميوله أيها الأحب الكرام نيوتن الذي اخترق وكسر القيد وصنع من بناء شخصيته عبر عائلته وأمه المثابرة وأنتج لنا هذا الإرث العلمي الرائع اليوم في بيوتنا كثير من بناتنا كثير من أولادنا ينتظرون منا لمسة حنان لكي نفهم مشاعرهم ولكي نفهم توجهاتهم ونبني شخصيتهم وفق ما يريدونه هم لا كما نريده نحن اليوم نحن نمارس اغتيال جماعي مجتمعي لمواهب الطلاب ومواهب الأولاد وبالتالي ينتج لنا جيلاً غير متصالح مع نفسه أحبكم بلا حدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر